يا ايراني ازبالي رفو العراق ازبالي يا ايراني ازبالي هكذا هتف المتظاهرون في مسيرتهم التظاهرية في جميع المحافظات والمدن العراقية تنديدا بالتدخل الايراني في شؤون بلادهم والذي بات كبوس يخيم على العراق منذ عام 2003 بعد سقوط نظام الرئيس الاسباق صدام حسين حيث تحولت المحافظات الجنوبية العراقية الى ما يشبه مسعمرة ايرانية غير رسمية احراق العلم الايراني والقنصلية في كربلاء والنجف وعدد من المحافظات جنوب العراق رسالة اخرى للقيادات الايرانية بالكف عن التدخل في الشأن الداخلي لبلادهم وحملوها مسئولية السهداث المحتجين وقتلهم وتتواصل التظاهرات في جميع المدن العراقية للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية اهمها رفع الوصاية الايرانية حيث شهدت الاربع وعشرون ساعة الماضية اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن سقطا خلالها اكثر من خمسة عشر قتيلا ومائة وسبعة وخمسين جريحا جاء ضربون قناص وعنا طالعين من تظاهرين سلميين ها كيش ما بديني ها كيش ما بديني واعلن عبد المهدي عزمه تقديم استقالته في بيان جاء بعد ساعات من ادانة المرجع الشيعي استخدام القوة المميتة ضد المحتجين وحث نواب البرلمان على يعادة النظر في مساندتهم للحكومة التي تسيطر عليها طهران في اشارة الى الوصاية الايرانية على البلاد